من جديد يعود الجدل حول الدور القطري بدعم ميليشيا حزب الله اللبناني إلى الواجهة مع تداول أنباء عن هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار رفيق الحرير الدولي ببيروت قادمة من طهران ناشطون وثقوا حركة الطائرة القطرية التي نقلت من طهران شحنة قيل أنها لأسلحة بعضها نوعي استلمها حزب الله اللبناني إذ إن طهران استغلت استمرار حركة طائرات الشحن بعد أغلاق المطار رسميا أمام حركة الطيران المدني وكانت الوسيلة الشركة القطرية للطيران إيران التي تعاني من تفشي كورونا وتمر بدائقة مالية كبيرة وتستجل المجتمع الدولي لمدها بخمسة مليارات دولار تواصل إرسال طائرات الشحن إلى لبنان محملة بالأسلحة وهو ما سبق وأنكشفته مصادر استخباراتي أمريكية وغربية أكدت أن إيران زادت شحناتها من الأسلحة المتطورة إلى حزب الله اللبناني ومن بينها برمجيات الصواريخ الموجهة التي نقلت عبر رحلات طيران مشبوهة وبحسب الخارجية الأمريكية فإن طهران تدفع ما قيمته 16 مليار دولار سنويا لقاء شحنات الأسلحة لأذرعها في المنطقة بينما شعبها يعيش تحت خط الفقر ويموت بالأوبئة وفيما ازدد الجدل حول محاولة تعمية السلطات اللبنانية عما يجري في مطار رفيق الحرير الدولي وما يمكن أن تكون طبيعة حمولة الطائرة القطرية القادمة من إيران كان تبرير رئيس المطار مختصرا وبعبارة فحواها إن الطائرة انطلقت من الدوحة وقامت بإنزال حمولتها في إيران ثم أتت إلى لبنان لتأخذ مجموعة من المواشي إلى الدوحة ذات الرد صدر عن الشركة المالكة للطائرة التي أبدت استغرابها من الضجة التي أثيرت حول رحلة شحن عادية لكن ذلك لا ينفي أن وزير الخارجية القطري السابق كان قد اعترف علنا بدعم بلاده لميليشيا حزب الله اللبناني